الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الرؤية أو السماع مع ثبوت المعاصرة أن يكون يعني يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاصر له فهذا صحابي لأنه روى عنه سواء سماعا أو رؤية فهذا صحابي بشرط أن يكون معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك كذابون دجالون يعني كان خرج رجل يقال له أبو الدنيا هذا الرجل في القرن السابع الهجري ويقول جئت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستمائة سنة ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا كذب لأنه لم يعاصره فإذا تعرف الصحبة بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا أو رؤية وتثبت معاصرته للنبي صلوات ربي وسلامه عليه